عقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعات في قاعدة بحرية مشددة الحراسة في ترابلس برئاسة فايز السراج وستة أعضاء آخرين رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة لهذه الحكومة ورفضها تسليم الحكم يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مجلس الأمن استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي فيما قالت باريس أنها مستعدة لدعم الحكومة الجديدة عسكرية حكومة الوفاق وهي تعلن وصولها إلى العاصمة ترابلس بطريقة آمنة في محاولة منها لتثبيت سلطاتها بدأت حكومة الوفاق الليبية المنبثقة من اتفاق سلام برعاية أممية اجتماعاتها مع شخصيات سياسية من مقرها في قاعدة ترابلس البحرية متجدبة الاستدامة مع السلطات المحلية التي أدارت العاصمة ومعظم مدن الغرب الليبي لأكثر من عام ونصف العام الحكومة الجديدة لقى ترحبا داخليا ودوليا ففور عقدها أولى اجتماعاتها شهدت ترابلس أول تظاهر مؤيدة لها شارك فيها نحو ثلاثمائة شخص دعوا خلالها رئيس الحكومة غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل إلى تسليم الحكم كما أعلنت بلديات عشر مدن سحلية في غرب ليبيا تأييدها للحكومة جديدة ودعت فيه رؤساء وممثلوا البلديات للوقوف صفا واحدا لدعم حكومة الوفاق الوطني والعمل على السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي التأييد جاء أيضا من جهاز حرس المنشاة النفطية وهو فصيل مسلح غير رسمي يسيطر على المشاة النفطية في شرقي البلاد وقال الناطق باسمه إنه مستعيد لعادة فتح الموانئ النفطية في زويتين والسدر وراسلانوف وإن التصدير لن يكون إلا لصالح حكومة الوفاق على الصعيد الدولي والدعم الخارجي للحكومة الليبية الجديدة أعرب باجي سلامن الدولي عن استعداده لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وذلك بعد أن كان المجلس قد قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبي عام 2011 لمنع حكومة القذافي من الاستيلاء عليها أما فرنسا فدعمها للحكومة الليبية جديدة هو عسكري دعيتنا المجتمع الدولي إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة هذه الحكومة سيما في ظل تعزز التنامي السريع للإرهاب وتقدم داعش فيها معي عبر الهاتف من القاهرة عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني لانتقال الليبي سابقا مساء الخير أهلا بك معنا سيد عبد الحفيظ اعتراف داخلي دعم دولي نتحدث اليوم عنه لحكومة الوفاق الوطني أهمية هذا الموضوع في هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا مساء الخير أستاذ الكريم والمشاهدين الكرام طبيعي بالحال أن الحكومة تمت نتيجة حوار بين الفرقاء والأطراف الليبية المختلفة برعاية الأمم الساحدة فمن الطبيع أن تحظى بدعا من الأمم الساحدة ومن المجتمع الدولي والعربي والأقليمي الخطوة للحكومة الفق الوطني بالدخول إلى العاصمة ترابط حيث مقرة وإداراتها مهمة جدا ولكن تتبعها خطوات لفق الأممية وهي أن تسعى المجلس رئاسي حكومة الفق الوطني في استكمال اتخاقات الاتفاق السياسي كما تعاهد السيد رئيس المجلس في كلمته يوم الأول من أمس وذلك بأن يتم اتخذ حكومة الوطنية للإعلانة السورية ليستمد شرعيته من سلطة الليبيين من خلال الجسم التشريعي وهو الدرلمان الذي يصاحب عمل حكومة لمدة السنة المحددة من عمر الحكومة أو بتقبير سنتين في نفس الوقت منحة ثقة للتشكيل الوزارة الذي سيتقبط به المجلس الرئاسي لتكون فعلا حكومة شخصية تحظى بدعم من مختلف أبناء الشعب الذي كما هو الحال بالنسبة للدعم الذي تحظى به حاليا من الكثير من المكونات هذا ما نتمنى أن يحدث خلال ما المخاوف غير موضوع الالتزام سيد عبد الحفيظ وأنه فيه أمور عديدة يعني يجب الإبقاء عليها والالتزام بها موضوع عمليات التخريبية لأي درجة متوقعة فيه كان الاختفاء المفاجئ للميليشيات من العاصمة الليبية ترابلوس أثارت تساؤلات لدى كثيرين وربما البعض اعتبرها بأنها قد تكون هدوء مقبل العاصفة أختي كريمة نحن في ليبيا علينا في الأعوام الماضية من تغول الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن شرعية الدولة والتي عاست في البلاد فسادا وأهزرت مقدراتها ومنعت قيام الدولة فعلا في الأعواصف نعون على حكومة الوفاق الوطنية أن تسعى إلى القضاء على هذه الميليشيات بحاجة وتسريع أعضاءها وإعادة تأهيل المزمجر وأن تدعم المؤسسة العسكرية القائمة فعلية في البلاد هذه هي المخاوف إذا كثيرين أن تكون هذه الحكومة الوحيدة الوطنية أو الوفاق الوطنية أن تكون تحت سلطة مجددا الجماعات المسلحة أوها لا يتطور أن يكون لأنها تنعود إلى المربع الأول نريد حكومة سمعا من المؤسسة العسكرية والأممية وتقضي على الوجود المسلح للجماعات خارج ترعية الدولة بحيث تحتكر الدولة في ظن المؤسسات الأممية في مقدمة الجيش والسرطة كل السلاح واستعمال القوة هذا ما نريده من حكومة الوطنية وهذا هو التحدي الأبرز أمام حكومة الوطنية في المرحلة القادمة أنا أشكرك جزيلا من القاهرة عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقا شكرا لك على هذه المشاركة